هناك معارك مشتعلة من شمال الحريب من منطقة لصاد حتى منطقة السوداء الأمور هناك الآن مبشرة بشكل كبير وهناك أنباء قبل ساعة من الآن يقال أن قوات ألوية العمالقة وصلت إلى الخط الواصل ما بين حريب وما بين عقبة ملعا وهذا يعتبر خط إمداد رئيسي كانت تستخدمه الميليشيات الحوثية وبالوصول إلى هذا الخط أعتقد أنها ستقطع الكثير من الإمدادات عن ميليشيات الحوثي للقوات المتقدمة في أمريش وغيرها من المناطق التي تقع جنوب مأرب الآن وأنا في الطريق إلى القناة هناك أنباء أيضا عن أن قوات ألوية العمالقة بدأت باقتحام مركز مديرية حريب والآن المعارك تدار داخل مركز المديرية وهناك اقتحام كبير لألوية العمالقة وأعتقد أنه لم يتبقى إلا تصفية القيوب المتواجدة داخل مركز المديرية وهذه أيضا بشارات كبيرة لا ننسى أيضا الدور الفاعل الذي قامت به القوات التحالف من خلال إسناد القوي خلال الأيام الماضية ولا ننسى أيضا دور القبائل التي أيضا تشن هجمات كبيرة على الميليشيات الحوثية من اتقاه الشمالي باتقاه تحرير البلاغ وتحرير منطقة الفليحة وتحرير المناطق التي تقع قنوب محافظة ماريب نعم عميد جميل في ظل الهجوم كما ذكرت من الناحية الجنوبية والشرقية بالنسبة لألوية العمالقة والهجوم من الناحية الشمالية هل هذا الهجوم في مسارين يعجل من عملية تطهير وتحرير المديريات التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي خلال الأربع شهور الماضية يا عزيزي من ناحية عسكرية عندما نشاهد نحن المعركة الآن التي تدار في جنوب مأرب أعتقد بالنسبة لميليشيات الحوثي الآن تقع في أصعب مرحلة لها في المواقعات عندما تكون هناك قوات الخصم تقاتلك من الاتقاهين متعاكسين يعني من الأمام ومن الخلف وهذا ما وقعت فيه الميليشيات الحوثية التي تقع في مناطق أمريش وفي الفليحة وفي قبل البلغ الشرقي وغيرها من المناطق وأيضا في القوبة هذه القوات التي كان يفترض إن كان هناك لديهم عقول واعية وغير منتحرة في تلك المناطق كان يفترض أن تنسحب أول ما وصلت ألبية العمالقة إلى المناطق القنوبية لأن معركة أن تدير معركة باتقاهين متعاكسين هذه من أصعب المعارك بالنسبة لإدارتها لإدارتها